موجة الأخبار من قناة المحور أهلا بكم اجتمع رئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الداخلية محمود توفيق صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رياسة الجمهورية نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء منتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي مما يهدد بخروجه من الخدمة من جانبها شدرت وزارة البترول على أن حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية وفقا لأحدث المعايير العالمية دون وجود أي مشكلات تقنية ومن الجدير بالذكر أنه قد تم بدء الإنتاج المبكر من الحقل عام 2017 بمعدلات حوالي 350 مليون قدم مكعب غاز في اليوم واستمر في الزيارة تدريجيا كنتيجة لدخول الآوار على الإنتاج حيث تم دخول عدد 19 بئرا على الإنتاج أكد دكتور خليد عبدالغفار وزير الصحة والسكان إدراك الدولة المصرية للإتباط الجوهري بين الصحة والمناخ والتغذية والعمل على بناء نظام رعاية صحية قوي لا يعالج الأمرات فحسب بل يعطي الأولوية للرعاية الوقائية والتثقيف الصحي من خلال الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار ذلك في كلمة وزير الصحة خلال القمة الرابعة لمجلس الشركات الأوروبية المتعاونة مع إفريقيا والشرق الأوسط الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما وأوضح وزير الصحة أن الأمن الغذائي ليس مجرد مسألة توفير ما يكفي من الغذاء لإطعام المواطنين حيث أن السعي لتحقيق الأمن الغذائي يجب أن يقوم على نهج يشمل ممارسات المستدامة لافتا إلى ضرورة إدراك الترابط بين صحة شعوبنا وصحة كوكبنا لسيما عند التطلع إلى رعاية صحية مستدامة ترتبط خلالها رفاهية الأفراد ارتباطا وثيقا بسلامة البيئة التقى الدكتور هاني سويلا وزير الموارد المائية والري مارك بغتي سفير فرنسا لدى القاهرة لبحث تعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين وأكد وزير الري خلال اللقاء ما تمثله التغيرات المناخية من تحدي كبير على المستوى العالمي مشيرا إلى أن إدراك مصر لتأثير تغيير المناخ على قطاع المياه أدى إلى سعي مصر وبناداح لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي من خلال العديد من الفعاليات الدولية مثل أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ كوب 27 ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه في شهر مارس الماضي إلى نانم ما تقوم به مصر على الصعيد الداخلي من مشروعات وإجراءات للتكيف مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول أكد وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الدكتور محمد معيد أن تأمين الصحي الشامل يتصدر الأولويات الرئاسية لتحقيق حلم كل المصريين في توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للأسرة بالكامل بكفاءة عالية حيث يتم التوسع التدريقي في تطبيق هذه المنظومة المتطورة بالمحافظات وشدد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على أن الوضع المالي للتأمين الصحي الشامل ديد ويعكس صحة المصار الذي ترتكز عليه التجربة المصرية على نحو أسهم في تحقيق فوائد متراكمة نحو 86 مليار جنيه في أربع سنوات حتى نهاية يونيو 2023 وبلغت المحفظة الاستثمارية 72 مليار جنيه حتى نهاية مايو الماضي وفق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه برياسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تخصيص 88 قطعة أرض في 23 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة بأنشطة متنوعة وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم منح مهلة عام بضوابط للأندية الرياضية والاجتماعية للانتهاء من استخراج التراخيص وتنفيذ جميع المنشآت على الأراضي المخصصة لها بالمدن الجديدة